أحد الكتاب الموجودة عندي واحد من الكتاب اللي ما بعرف أصلاً كيف كتب الكتاب بهذه التفاصيل يعني فعلاً فيه كثير كتاب رائعة بس هذا الكتاب اللي هو الكاتب اسمه جوزيف ماريون كتب وضع فصل المعادن والفيتامينات والفلافونويد الفايتو كيميكلز الأغذية بشكل عام اللي كله الخضار البذور إلى آخره المهم أنه كتاب يعني فعلاً كمرجع جميل جداً بس لفظ نظري أنه عامل كتاب لوحده على عنصر واحد اللي هو عنصر الانديم يمكن هذا العنصر كتير منكم ما أحد أسمع فيه حقيقةً هو سابع أكثر عنصر نادر على سطح الأرض ومثل كتير من العناصر طبعاً هذا علم كتير مهم للأسف زي ما بتعرف الطب تركيز الطب بشكل أساسي بتم على إعطاء أدوية لأعراض موجودة في الجسم بدلاً من أنه يكون بشكل أساسي مبني على مبدأ كيف الأورثوملكل الميديسين اللي هو العلاج اللي بيعالج الجرعات العالية من الفيتامينات والمعادن إلى آخره اللي هي الفكرة أنه نعطي الجسم والجزيئات اللي ناقص فيه فالمبدأ يا جماعة اللي عم نتكلم فيه اليوم بنفس الطريقة هناك معادن لازم تكون موجودة في الجسم وإذا كانت ناقصة مثلاً من أهمها المغنيسيوم البوتاسيوم اليود إلى آخره طبعاً كلها بالطريقة المناسبة ورح نفصلها كلياتها إن شاء الله ونعطيكم طرق سهلة حتى تعملوا كل شيء في البيت بس الفكرة اليوم هي خاصة بمعدن اسمه الانديوم كان يعتقد أنه معدن سام في البداية إلى أن أتى عالم اسمه جورج بوناديو وعمل مجموعة من الأبحاث ولاحظ وجود نتائج عندما تم إعطاء الانديوم للفئران في دراسات مخبارية كمثال زي ما أنتم شارفين بالصفحة هون عند وجود الانديوم في الجسم نسبة السرطانات أقل بـ 26% و42% كانت أقل نسبة الأورام طبعاً ما في أدنى شك أن هذا الكلام كان كتير ملفت للنظر وتمت بناء عليه دراسات كتير بس يمكن من أهم الدراسات التي تمت فرجت أنه مع وجود معدن الانديوم للجسم بعمل عملية تنظيم للغدة النخامية والغدة الصنابرية كمان طبعاً الغدة النخامية أنتم عرفون أنه هي الغدة هرمون النمو والتي هي متحكمة في كل الغدات بالجسم بشكل عام فأي شيء ممكن يعطي الغدة النخامية توازن إلا أدنى شكرة هي من العملية التوازن في كل الجسم والغدة الصنابرية كمان مسؤولة على النوم الملاتنين وشغلات تانية كمان العلاقة بي أوكي يعني بحكيها بشكل مجازي الحدث ومشابه اللي هي بسموها العين الثالثة بس هي الفكرة أنه بتعمل عملية تنظيم لذول الغدتين بشكل جداً كبير ويمكن لهذا السبب غير عملية تنظيم النوم غير عملية تحسين المناعة ومشابه وكتير من الأمور اللي راح أذكرها هلا بس من الأشياء اللي فعلاً أنا شخصياً لاحظتها بعد ما بدأت أخذ الإنديم بعد عدة أيام صار في اختلاف كتير كبير على الأحلام صارت الأحلام فعلاً أوضح بشكل ملحوظ جداً خلال بعد يومين ثلاثة من أخذ الإنديم وتتذكروا هذا موضوع شبيه بالبوركس تكلمنا عليه قبل وهو بعمل عملية إزالة تكلس في الغد الصنوبرية فالموضوع يا جماعة كتير كتير ممتع شوفوهن بالكتاب هون فرجوا أنه أكتر من ألف إنسان دخل في تجربة وفعلاً هذه الدراسات اللي تمت على مدى أربعين عام فرجت أنه الإنديم عم بعمل عملية تنظيم بشكل عام لكل الهرمونات اللي موجودة في الجسم منها طبعاً الهيومن جروث هرمون منها الـ DHEA والستيوريدات الأخرى الموجودة في الجسم طبعاً لما نحكي زيادة أو تنظيم للـ HGH اللي هو هرمون النمو بدون ما أشرح واضح طبعاً شل نتيجة اللي رح تكون فيما يخص تحسين الجسم إبطاء عملية التقدم في العمر المشاكل اللي موجودة في الجسم بتصير تتراجع شوي شوي يعني إذا حفزنا هرمون النمو بطريقة طبيعية ما في أدنى شك أنه رح يصير فيه شيء إيجابي في الجسم كلياته بشكل عام طبعاً لازم أحكي هذا الكلام مثل مثل أي شيء ثاني إذا مناخد زيادة عن لزوم بيصير فيه تسمم إذا مناخد قليل أو إذا ما بيكون موجود في الجسم بناءًا عليه رح يكون فيه مشاكل في الجسم فلابد أنه تكون الجرعة مناسبة هناك مشكلة بالـ INDIOM إنه امتصاصه مو سهل أو خلينا نقول ذوابان بالمية مش سهل ففي طرق تم ابتكارها وحقيقة عمل براءات اختراع عليها إنه يجهزوا الـ INDIOM وحقيقة بشكل عام خلينا نقول من الـ INDIOM سلفيت هو أكثر نوع من الـ INDIOM اللي كان يستخدم أو اللي أثبت نجاحه بهذه الطريقة والمحلول اللي بقيدي مع أنه فيه عليه براءة اختراع بتخيل هو ليس بشكل أساسي إلا نوع من الـ INDIOM سلفيت ببساطة الموضوع أنه بناخد هذا المركب بنحط بضعة نقاط تحت اللسان ونتظر دقيقة على الريق صباحاً وبعدين ببلع هذا المحلول ويفترض أنه يعطي الجسم جرعة مناسبة من الـ INDIOM مجدداً أنا أكيد بدي أخذ جرعة مناسبة ما بدي أخذ زيادة عن اللزوم وهذا كمثال من المنتجات الموجودة بإيدي يمكن حوالي ثلاث نقاط تقريباً أو أربع نقاط ونحط تحت اللسان بالنسبة لأيلي لوزني لأقل وزنه لأعلى وزنه طبعاً بياخد جرعة مناسبة فبنفس الطريقة بتنحط ويفترض أنه يعطي النتيجة فهي أحدى التجارب اللي أنا بدأت فيها قبل فترة يمكن حوالي ثلاث أو أربعة أشهر وجربت الـ INDIOM أكثر بأكثر من نوع أو بسيكلي جربت المحلول هذا وجربت الـ INDIOM Sulfate بكل معنى الكلمة فعلاً الملاحظة الأولى اللي كانت أنه بعد ثلاث أيام يومين إلى ثلاث أيام كان فيه اختلاف واضح جداً بالأحلام لما جربت أزيد الكمية كالعادة لاحظت أنه فيه شوية الريتيشن فيه شعور صار مزعج ولما رجعت الكمية الطبيعية اللي حوالي كانت ثلاث نقاط رجع الموضوع الطبيعي الموضوع يا جماعة كتير ملفت للنظر بلا أدنى شك طبعاً هذا مدخل الموضوع مش بس على موضوع الـ INDIOM ولكن هو معدن فعلاً ما تكلم فيه أحد آخر بتخيل في العالم قليل جداً في الوطن العربي يمكن ما أحد تتكلم فيه بس هو مدخل حندخل من خلاله إلى موازنة المعادن بشكل عام بالجسم وراح أفرجيكم كيف تعملوا هاي المحلية القلياتها بالبيت بطريقة سهلة ومناسبة ورخيصة كمان عليكم خليني أرجع للكتاب وفرجيكم شوية مقتطفات من بعض الفوائد اللي حصلوها خلال عمل التجارب شوفوهن كيف رقم واحد اللي هي زيادة هرمون النمو في الجسم بتحسن النوم بسبب مساعدتها في إفراز الميروتونين اللي بتعرفوه هو هرمون النوم بتحسن الغدى الدرقية وبناء عليها بتحسن الوزن وبرضه كتير من الناس أو حتى في إيران تم صار فيه تراجع في الشعر الشايب من خلال إعطاؤهم الإنديوم بتحسن المناعة بالجسم بسبب تحسن وظائف الثايمس اللي هي الغدى الزعترية والسبلين اللي هو الطحال تحسين الكوريات الحمرة جهاز الدورة الدموية بتساعد في تخفيف خلينا نقول إنتاج الكورتزول بالجسم تحسين وظائف الغدى الكذرية من هذه الناحية بتقلل نشوء السكري في الجسم بسبب تحسين وظائف البنكرياس بتحسن وظائف الكبد تحسين في القدرة الجنسية بتحسن إنتاج الطاقة في الجسم خصوصا للأشخاص الرياضيين بتساهم في زيادة القدرات العقلية فيما يخص التعلم الذكاء وما شابه يعني يا جماعة أنت شايفين الكم الهائل اللي عم تحسين بسبب فقط إعطاء معدن واحد هو غالبا ماقص عند الجميع بتخيل ما حدا فينا عم بيأخده من أي مصر ثاني هو موجود بالطريقة بشكل خفيف جدا إذا كنا عم ناخد ما بعرف إذا كانت الخضار عضوية عم ناخد أشياء بحرية معينة مش متأكد بالضبط وين موجود بالطبيعة هو بس بشكل عام يفترض يكون موجود بكميات بسيطة جدا عم ناخدها من خلال التغذية بس إنتوا عارفين منو حاليا التغذية عندنا كتير ماقصها أمور بسبب الوسائل الزراعية وتلوث والتغير والتعديل وما شابه فهذه هي إحدى الأمور اللي يبدو إنه مش غلط الناس تعمل تجارب فيها وتشوف النتائج اللي ممكن نحصلها على مدى ممكن ما يكون طويل ممكن خلال سنة سنتين فعلا نشوف تغير إحصائي واضح جدا بين الناس اللي بيأخدوه بإشراف المناسر طبعا وبجرعات مناسبة لأنه ما بقدر أعطي أي شيء كعلاج بس يعني المعلومات اللي حم بذكرها واضحة جدا شوفوا هون بالكتاب كمان صفحة 29 بساعد بالنسبة للعيون والجلوكوما بعدها بساعد بالنسبة للعيون والجلوكوما انديم انسكشواليتي بالنسبة للقدرة الجنسية انديم انتيكانسر بروبرتيز يمكن هاي من أهم الأمور كمان اللي هي له خصائص مضادة لنشوق السرطان في الجسام وطبعا أكيد هذا موضوع كتير مهم للناس خلال تقوية المناعة وتنظيم الهرمونات انديم فور ويتلوس المسل تون برضو بسيطرة على الوزن طريقة مناسبة وبساعد شايفين الأمور قديش كتير فيما يخص يعني الفوائد اللي حصلوها من خلال التجارب إحصائيا بإضافة هذا المعدن لنمط الحياة اليومي انديم اغانست تايب 2 دايبيتس اللي هو بالنسبة للسكري انديم صالفات سيفتي طبعا بتكلم على مستوى أمانه وإذا كان هناك فعلا سمية لأنه أكيد رح يجيناس يقولوا لا سام ديروا بالكم إلى آخره فمشروح بالتفصيل أنه هل هناك سمية وكم الجرعة المناسبة اللي ممكن الواحد ياخدها فيما يخص هذا المعدن فمثل ما انتم شايفين يا أصدقائي فعلا بكل معدن الكلمة موضوع جدا ملفت للنظر لفوائد اللي ممكن نحصلها من خلال معدن واحد مثل الانديم طبعا هو مش المعدن الوحيد مثل ما حكينا بدنا ندور وندرس مع بعض الجزئات الناقصة في أجسامنا ونعرف كيف نعطيها بالجرعة المناسبة اليوم اتكلمت على الانديم ولكن رح نتكلم عن الماغنيسيوم رح نتكلم عن البوتاسيوم طرق عملهم بالبيت رح نتكلم على الذهب رح نتكلم على البلاتينوم كل هاي المعادن كيف ممكن نستخدمها فعلا بطريقة تحسن وظائف الجسم وتحسن القدرة العقلية والنواقع العصبية بالجسم لان كل هاي الأمور حقيقة يحتاج الجسم انه تكون موجود فيه بكميات بسيطة جدا وهذا شيء غالبا بيكون الطب غافل عنه لانه ببساطة الأطباء ما بدرسوا هذا الموضوع بدرسوا فقط التوكسيسيتي والأدوية وطريقة ربطها بالأعراض والبروتوكولات المناسبة للعلاج فهي أصدقائي بالنسبة لليوم طبعا كثير منكم مناس رح يسألوا رح يقولوا لي من وين جيب هذا المنتج يعني لو نمبين معاكم إذا بدوروا عليه على أمازون وإي بي ومثل ما حكيت المرة الماضية على الموقع عندي وضعت أنا أمثلة للمنتجات اللي بتتكلم عليها كمرجعية فبتقدر تدوروا على إي بي على أمازون بتقدر ترجع للموقع رح تلاقوا أمثلة على بشكل عام لكل الأشياء اللي بتتكلم فيها فموضوع شائق جدا يا جماعة وبتخير حنحكي فيه أكتر ورح نغطي إن شاء الله جوانب الأرثوميلاك للميديسين بطريقة رائعة بالنسبة للمعادن وفيتامينات ومع الشابح وأنا قبلكم مستمتع جدا في هذا الموضوع فعلا كمن أجمل الأمور اللي دخلت فيها ودرستها في حياتي فهي هي بنسل اليوم يا أصدقاء ونراكم بإذن الله المرة القادمة اشتركوا في القناة